اشتركوا في القناة روتيني دراسي بني بيك او واو اوكي بيبي هل تبقى شي بالفيديو؟ اذا اذا جيت في القناة انا اسمي بيان اهلا بك لا تنسى تشترك بالقناة بضغط على زر الاسبسكرايب الاحمر وضع في هذا الفيديو اذا اعجبك اكيد لا تنسوا وضعوا على الجرس عشان يوصلكم دائما نوتيكيشن لما بنزل الفيديو جديد تابعوا انا بقيت مواقع تواصل اجتماعي انا اجتماعي سوف اتحبوا وهون تظهر اسمي احسابك وهلا let's get started اصحى تقريبا كل يوم الساعة اثنين ونصف اول شي بسويه افتح الستائر بخلي شوية هواء يفوت على الغرفة بعدين افتح الضوء برتب على طول سريري وبس اخلص اروح على طول للمطبخ اسوي الكافي ما فيني ابلش يومي بدون كافي بحسوا وهدا الشي ادمان عندي بعدين افتح عشرين دقيقة يوغا هيك تعطيني شوية حيوية وطاقة عشان ابلش بها يومي تمرينات هيك خفيفة على السريع فالشي حلو انه على الصباح نسوي stretch هذا كله عم ترجيكم ياه لانه هاي الاشياء اللي انا ببلش بها يومي بتعطيني طاقة ايجابية كتير كبيرة وبتساعدني انه انا اركز وانجز في يومي وبعدها على طول افوت على الحمام اسوي شاور خفيف بالماء الباردة غالبا عشان هذا الشي بيخليني اصحصح وعلى طول ابلش احذر صحور الي هو يكون عبارة عن خمس معلق من الشوفان ملعقة صغيرة من العسل وثلاث دمرات انا بستعمل الدجلة وهي احدى اشهر الطمور الي عنا ببلدي بعدين اسكب عليها كأس من الحليب وقطرات بالماء الزهر وبحركه حتى تصير زي العصيدة وهون انا زينته يعني على حسب رغبتي كل حدا فينا له طريقته في التزين بس اذا الفجر اروح اصلي وادعي الله انه وفقني في امتحاناتي عن جد يا جماعة الخير توقل الله هو احدى اسباب التوفيق فادعوا دايما في صلاتكم انه الله يوفقكم واكيد بما انه احنا في شهر رمضان فاني انا بحاول اني انا اختم القرآن على الاقل ختمة واحدة وبس اخلص على طول الى المكتب اول شي اسوي في بداية نهاري اني انا ابلش اخطط شو هي المواد اللي رح اذاكرها وكيف رح اقسم وقتي بالتفصيل المفصل هذا النظام وهذا الاسلوب بيخليني بحس اني انا كتير منظمة واعرف شو اسوي بالضبط واكيد هون انا ببلش باصعب مادة بالنسبة لالي وبما انه انا ببلش مذاكرتي على الصبح بكير فاول شي ببلش فيه هو الحفظ عشان هي الفترة اكثر فترة يكون فيها المخم صح صح وبنفس الوقت مع مادة الحفظ هاي اللي انا لازم احفظها احط معها مادة صعبة كل ما خلصت مذاكرة المواد الصعبة كل ما حسيت انه انا انجزت وعندي طاقة ايجابية اكثر اني انا انشس فبنصحكم دايما انكم متبلشوا بالمواد الصعبة وبس اخلص اختيار المواد اللي انا رح اذاكرها اليوم اروح على طول اقسم وقتي احسب الشي اللي انا يناسبني فانا بالنسبة لي اشوف انه اكثر وقت موقن اللي المخ يكون فيهم صح صح معانا هو من الفشر حتى الظهر ودايما المواد اللي رح تذكرهم حاولوا انهم ما يكونوا اكتر من ثلاث مواد او اتنين وبما اني انا اخترت اليوم مادة للحفظ فاني دايما احب اني انا اسوي الخلاصة دبعي لهاي المادة بطريقة الخاصة فبرجع للدرس الرئيسي دبعي ومن الملاحظات اللي انا دونتها خلال الفصل واسوي الخلاصة دبعي وبحاول اني انا دايما استعمل الالوان وبنفس الوقت استعمل الخريطة الذهنية لانه عن جد الخريطة الذهنية بتساعد كتير في تفصيل الدرس وتسهيله حاولوا دايما انه في المكتب تبعكم بتكون دايما حواليكم الالوان وهيك positive energy ممكن يكون ورد ممكن يكون رائحة البخور ممكن تكون هدوكي stickers دايما حاولوا هيك انكم تعطوا جولة المذاكرة تبعكم بنفس الوقت كلنا بنعرف انه العين تعشق الالوان فكلما زادت هاي الالوان حواليك كلما اعطتك طاقة ايجابية بدون اصلا ما تحس عليها اما التاب الثالثة فانه انا باخذ الامتحانات تبع السنوات السابقة واحط حالي في وضع امتحان وبس اخلص اكيد اشوف اصلاح الامتحان وبعطي علامات لحالي وبشوف شو هي الملاحظات واكتبها وبنفس الوقت اشوف شو هي الاخطاء واكتب امامها الاجابة الصحيحة وبسويها بالهاي لايت عشان دايما اذكرها وما انساها وهيك بكون اعرف اخطائي واذا اجدني في الامتحان اعرف شو اجاوب وهون بعطي لحالي هيك بريك صغير بسوي ستريتش لانه بكون هيك اعدل الشي ساعة وانا على المكتب وعشان هيك اجد الطاقتي اروح على طول احضر برنامج على اليوتيوب رح للكم اللينك تابعه تحت عن جد يا جماعة بانصحكم كتير انكم تتفرجوا فيه المقدم تابعه بيقدم فكرة كتير حلوة وبنفس الوقت يسهل عليك انه انت تفهم هاي الفكرة اشأنا على فكرة انه ما في شي يقم امام احلامنا واسمع دائما فولو يورباشن او متبعش رفك وانه بيمكان اي حد يكون عظيما بس انتهي الساعة ارجع اذاكر من جديد وهون انا عم بحضر درس على اليوتيوب احيانا هيك لما ما بفهم درس او شي معين اروح على الطول ابحث عنه على الجوجل او على اليوتيوب وبفضل انه يكون درس اونلاين على اليوتيوب فبحضره واستفد منه وادون كل الملاحظات وهون يجي وقت الافتار اوه هاي احلى لقطة في كل الفيديو باطقت بحاول انه انا دايما اكل اكل صحي وبركز دايما على الكاربس والبروتين بعد ما اكون افطرت وغسلت المواعين وكل شي جاهز اروح على طول للمكتاب ياي بشربة كثير ديتوكس بشربة كثير كثير مية لانه بنكون على مدار يوم كامل مشاربين ولا اي شي فلازم انه احنا نعوض هذا الشي في الافتار لانه جسنا دايما يحتاج للإدغاة اي الترطيب وبنفس الوقت هيك مخك يصح صح معاك اكيد بجنبها قهوتي يعني هذا الشي بدون ما بقلكم عليه بتكونوا انتوا اصلا عارفينه ومصرحة هون قبل ما انام بعطي لحالي ساعة رجع فيها الحفظ تابعي اللي انا حفظته على الصبح وهيك انا بختبر حالي لانه هاي المادة اللي انا كنت عم ذاكرها مثلا لو اغلط في تسمية معينة بكتبها ناقص حرف او زائد حرف وبروح في ستين داهية فتروح ايجابتي كلها غلط فلازم دايما انتبه لكتابتي لانه بعض الاسماء في مادة الاناتوم بتكون غريبة جدا وطويلة جدا وهو نخلص المذاكرة تابعي وبحس حالي انه انا حررت فلسطين عنجد لما ننجز بنحس بطاقة ايجابية كتير كتير كبيرة بس والله اروح على طول الى النوم فالنوم جميل عدا الشغلة بدي احكي لكم اول شي متركزولي على الدعاء وانه الله راح يوفقنا وتنسوا لك كل الحركات الثانية اللي أنتم لازم تساوها قلوا خلاص فندعي الله ورح ننجح لا ما رح تنجح هيك يا بيبي ما رح تنجح أبدا 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 الله عز وجل أمرنا بالسعي وإحنا لما نسعى الله بيساعدنا إنه إحنا نحقق أحلامنا فيعطينا هذه الأرض الخصبة عشان تنمو فيها الأحلامنا حسنا حالي كأنه عم أقدم درس بيولوجيا المهم فهمت الفكرة النقطة الثانية أنا بعرف إنه فيه تفايليات في حياتك وفيه ناس اللي بيه في حياتك أرفاك في عمر و الأغلب بيتهم رح يكونوا من عائلة شو رح يقول إيييي جاي هل تدرس ما رح تنجح ما رح تنجيح خلاص خلاص راسب هاي السنة لك أتركك من الدراسة ويلا نفلها ركز معي خلي هذول الناس حافز لا إلك يوم ما تيجي النتيجة تبعك تقهرهم قهر بديك تعزب ليهم يا بيبي تعزب ليهم هم بس يعرفوا إنك أنت انجحت خلاص وصلوا لقمة القهر وعلى قولة شعيرتنا العربية أحلام مجهورين من الملكة أهم شي لما يجوا يزوروك على أساسي رح يبركولك بنجاح أنت شو يا بيبي تبهدلهم بهدلة فهم كيف؟ ايه ما قدتلي إنك ما رح تنجح لكني نجحت أوكي بامزة بساعة نجاح تخلوا هذا الشي حافظ لإلكم وأبدا لتخلوا هدول الناس الطفليات السلبيين يخلوكم منزعجين ولو ثانية هم فاشلين يا بيبي هم الفاشلين مو أنت أنت بقل يعني أنك أنت عم تذاكر وعم تحضر هذا الفيديو بتقبرني شو حلوك الشي الأخير بتوكل على الله وأدخل للأمتحان وأقول له يلا أعطيه بوكس على اليمين وبوكس على الشمال وبوكس على الوسط بديك تتحول محمد علي أقول له يا أنا يا أنت اليوم رح يجاوب على أكبر عدد من الأسئلة الممكنة لكن لكن في صورة ما السؤال من الأسئلة كان صعيب عليك وما قدرت تتحضر على طول على طول السؤال اللي بعده لأنه أكيد في أسئلة تانية أنت بتقدر تجاوب عليها فأنت لازمك تحاول أنك أنت تجمع أكبر عدد من النقاط الممكنة يعني شو أنت رح تكون خبيث أو ذكي أي شيء على الامتحان تحاول جاوب على أكبر عدد من الأسئلة الممكنة بحيث أنك أنت تحاول تجمع أكبر عدد من النقاط لأنه أحيانا هذا السؤال الصعب اللي بيكون موجود في الامتحان بيكون على نقاط ضئيلة جدا الأسئلة السهلة اللي بتقدر أنت تجاوب عليها بتكون على النقاط عالية فأنت تكون خبيث على الامتحان والله أتمنى أن أعطيتكم وعطيتكم هايك تاقو حيوية ورشات أوكي بيبي الله يوافقكم يا رب شدوري هيك حالكم بديكم يا بيبي كلكم تعزموني على نجاحكم أيها بسادة حالي بعرف أنه ما في حدا فيكم رح يعزمني بس معلش أوكي بيبي أوكي بيبي إذا حبيتوا هذا الفيديو شاركوا مع رفقاتكم على جروبات الواتساب موافقين كل يادكم يا رب هايبوسة كبيرة قلبي بدعواتي كلها معكم أنا رفقتكم ويقام دير بارك محاكم وأحلامكم وقلوبكم نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم أرمونيا سلامة سلامة